لا يكاد يمر يوما إلا ونسمع فيه عن فضائح ومهازل جديدة تخص الكونفيدراليا الإفريقية لكرة القدم فهيئة حياة أصبحت كالشجرة التي تحركها رياح الفضائح كيف مشاءت آخر حلقة من مسلسل مهازل الكاف هو ما كشفته صحيفة الديليم إلى البريطانية في تحقيقها عن تلقي عيسى حياة لرشوة وصلت إلى المليون ونصف المليون دولار من أجل التصويت على ملف قطر لاحتضان مونديال 2022 رغم أن هذه الأخيرة كانت الأجدر بنيل شرف السدافة المونديال رشوة سبقتها رشوي كثيرة تورطت فيها الهيئة المسيرة للكرة الإفريقية منها ما خرج للرأي العام وأصبح العام والخاص يتكلم فيه ومنها ما لم يخرج وما خفي أعظم وهو ما يكشف تعرض الجزائر لمؤامرة خبيثة بعدم منحها شرف تنظيم كان 2017 بسبب المصالح الضيقة لهيئة الكهل الكاميروني مما وضع الجزائر في موقف لا تحسد عليه أعقبته مشاكل داخلية كثيرة بين الوزارة الوصية واتحاد الكرة وهو ما يحتم على الجزائر أن تلعب بنفس أسلوب لعب الاتحاد الإفريقي مستقبلا إن أرادت أن تفوز بتنظيم مسابقة ما كيف لا والفساد هو اللغة الرسمية التي يتكلم بها حياة وبلاتر وبلاتيني حسب التحقيق الذي نشرته الجريد الإنجليزية طموح الجزائر إن كان فعلا لها طموح في احتضان كأس العالم 2026 والذي ستستضيفه القرى السمراء مجددا بعد منديال 2010 سيصطدم مجددا بشرط تحت الطاولة يعرفها العام والخاص فهل أسلوب تعامل الجزائر مع الهيئات الإقليمية والدولية كما صرح بذلك الوزير تهمي في وقت سابق سيتغير ليمشي في نفس اتجاه قطار الكاف والفيفا أم أننا سنبقى نلعب دورا متفرج على المهازل التي أصبحت تعصف بمستقبل كرة القدم الإفريقية والعالمية بعدما أصبحت الرشوى هي الأسلوب الوحيد ولا يعادله أسلوبا آخر